حدثني يحيى بن سعيد حدثنا المشمعل حدثني عمرو بن سليمين المزني أنه سمع رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا وصيف يقول العجوة والشجرة من الجنة حدثنا بهز وأبو النظر وعفان قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن من بعد من أمتي قوما يقرؤون القرآن ليجاوز حل قيمهم يخرجون من الدين كما يخرج الساهم من الرمية ثم لا يعودون فيه شر الخلق والخليقة قال ابن الصامت فلقيت رافعا قال بهز أخى الحكم بن عمرو فحدثته هذا الحديث قال وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفن معتمل قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبيها رافعي بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيلا إنها هنا غلاما يرمي نخلنا فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا غلام لما ترمي النخل قال قلت آكل قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسافلها ثم مسح رأس وقال اللهم أشبع بطنه حفن عبد الصمد حدثنا المشمعل بن عمرو المزني حدثنا عمرو بن سليمين المزني عن رافعي بن عمرو المزني يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة أو قال العجوة والشجرة في الجنة شك المشمعل حفن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المشمعل بن اس قال سمعت عمرو بن سليمين يقول سمعت رفع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة حفن عفن حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد حدثنا عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنا بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حل قيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه شر الخلق والخليقة قال ابن الصامت فلقيت رافعا فحدثته فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم